الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكرم بها من نعمة أحبابنا الكرام الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا الله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى وأمرنا الله تعالى أن نشكره عليها وأمرنا الله تعالى أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى وأن لا نستعملها في الحرام فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام يقول الله تعالى لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان فالذكي العاقل يستعمل لسانه فيما يرضي الله تعالى العاقل يا أحبابنا يستعمل لسانه في وجوه الخير التي منها ذكر الله ومن ذكر الله كل كلام فيه تقديس لله وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به وتنزيه الله معناه نفي النقص عن الله نفي كل ما لا يليق بالله عن الله مثل إيش؟ كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة هذا تنزيه الله نفي النقائص عن الله وعقيدة أهل السنة يقال لها عقيدة التنزيه أي نفي النقص عن الله والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات وهو من أجل العبادات وأفضل العبادات ثم حركة اللسان خفيفة والأعضاء تتعب مع الحركة ولكن اللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكثر الإنسان من تحريك لسانه بذكر الله تعالى فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن هذا من أسباب الغفلة ومن أسباب قصاوة القلب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بطول الصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك الحمد لله والله أعلم وأحكم